اشتركوا في القناة 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 واحد من نجوب النادي الاهلي هيدوس على نفسه بلغة الكورة وايحاول ان هو يبقى متواجد في هذه المباراة لكن بأكد لك كل اللعيبة بدنياً فنياً ان شاء الله جاهزة في هذه المباراة يبقى كل التوفيق للنادي الاهلي ثقتنا كبيرة في لعبتنا بإذن الله وفي الجمهور كمان اللي هيكون متواجد رقم قلة الجمهور يا كابتن ميدو اللي هيكون متواجد صباح يوم الجمعة لمؤذرة فريق النادي الاهلي لكن صوتهم هيبقى مسموع العبت النادي الاهلي عارفة ان في الجمهور النادي الاهلي هيكون مساند بنتمنى كابتن ميدو ان شاء الله الامور تمشي بشكل مطمئن تسير بهديئة طريقة ان شاء الله حتى يوم المباراة انا معك كابتن ميدو لو فيها استفسار انا معك ان شاء الله كريم مش يبقى في حاجة بإذن الله يعني مش عايزين نبالغ في الموضوع احنا في الاول وفي الاخر لسه كنت بتكلم قبل ما تدخل معاك كريم ان احنا شعب واحد وان كل الجمهور العربية في كل مكان حاجة واحدة لكن يلا يعني اللي حصل حصل والفتعل ازمات واللي شحن الناس والنفخ في النار كلها امور مفتعلة وكلها امور باينة كنت بتكلم فيها من شوية لكن ان شاء الله مش يحصل حاجة وجمهور التراج وجمهور الاهلي وكلهم اخوات في الاول وفي الاخر وحنا بنروح وهم بيجوا والدنيا كلها يعني مفيش اي حاجة بتحصل ولا حصل اي حاجة قبل كده وان شاء الله مش يحصل حاجة لكن يعني مش عايزين نسمع كريمه ودايما تقولي الكلام ده لإخوة التوانسة وفي أي مكان احنا بنروحه مش عايزين نسمع لأصحاب الفتن اللي دايما بنفخه في النار اللي دايما بتلززه أن هم يسيروا الأزمات من غير أي شيء بصراحة بأكد على كلامك بصراحة يا كابتن بيدو يمكن كل اللي انت بتقوله ده العلاقة يمكن مستمرة وعلاقة قبضية بين الشعب المصري والشعب التونسي ولو بالتحديد كمان جمهور الترجي اللي بيعشق النادي الأهلي وجمهوره وعلى الجانب الآخر كمان النادي الأهلي وجمهوره بيعشق نادي الترجي نجمين كبار ويمكن مدربين كبار بيتولوا المسؤولات الفنية للنادي الأهلي ونادي الترجي نادي الترجي يمكن بحجمه الكبير بيكون متواجد في المحافة الردية أيضا كمان النادي الأهلي نادي القرن هو طبعا يمكن السمعة الكبيرة هنا في تونس النادي الأهلي ناس عارفة اللعيبة كلها وبتحب اللعيبة بس مش عايزين نذكر أسماء لكن كل اللعيبة كل ما بنقابل حد هنا يمكن لولا بس المنظراء ولولا الأمور دي لا يعشق كبير جدا للنادي الأهلي بنتمنى يمكن أي حد بتكلم عن هذا الأمر يكون الكلام صالح يكون الكلام اللي هو هدف ما بحبش الكلام طبعا والناس اللي بتكلم بشكل سيء على النادي الأهلي أيضا أيضا كمان بالنسبة للجانب الأعلامي هنا في تونس لكن يمكن الأمور بإذن الله تصبق مصلحة النادي الأهلي هدفنا يا كابتن ميدو وأكيد هدف كل جمهور النادي الأهلي هي هذه البطولة بطولة غايبة عننا بقالها فترة في تركيز كبير وبأكدلك على الحماس الكبير اللي احنا بنشوفه من لعبة النادي الأهلي في التدريبات في صمت رهيب في معسكر فريقة للنادي الأهلي في تركيز شديد وبأكد عليه كل مرة لأن حالة يمكن بقنا فترة ما شفناش الحالة دي آه لعبة النادي الأهلي عارفين إن هي بتبقى في مرحلة تركيز كبيرة جدا لكن هذه المباراة منذ وصلنا إلى فندق الإقامة في تونس لا حالة يمكن أول مرة نشوفها تدل وبتدينا ثقة وبتنعكس علينا كبعثة أعلامية مشاركة مع النادي الأهلي إن إن شاء الله سنعود من هنا من رجل السبيق البطولة التاسعة إن شاء الله كابتن ميدو إن شاء الله يا كريم كل التوفيق النادي الأهلي وكل التوفيق الجمهور راح إن شاء الله يروحوا ويرجعوا سالمين إن شاء الله غنمين إن شاء الله يكون الكاس في الجزيرة مستقر بعد يوم الجمعة بإذن الله كريم إن شاء الله نكون معاك أول بأول وفي أي جديد إحنا معاك شكرا لك جدا كريم أحمد